الحديث عن العنف المدرسي ولوقت قريب كان يحمل وجها واحدا وهو ما يخص الأساليب العقابية لبعض المعلمين والمدرسين وحتى إدارات المدارس المتعلقة بالإذاء الجسدي وحتى اللفظ الذي يتعرض له الطلبة لكن المؤثرات المحيطة التي سادت بالمجتمع العراقي برزت ظاهرة جديدة من العنف المدرسي وبشكل معاكس ألا وهي تعرض الكوادر التدريسية للاعتداء الجسدي من الطلبة وذويهم العنف من الطالب نفسه في داخل محيطة وأسبابه الأسباب البيئية الأسباب السياسية الأسباب المجتمعية الأسباب الأسرية ووجه كاد يظهر ظهور واضح في الآونة الأخيرة وهو العنف الموجه من أولياء أمور الطلبة أو أسر الطلبة تجاه التدريسيين أو المعلمين وتتحدث أوساط تربوية عن عقوبات رادعة بحق المعلمين الذين يمارسون العنف الجسدي واللفظي ضد طلبتهم وقد سجلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من تلك الحالات التي سرعان ما أبدت الجهات المختصة استجابة سريعة لردعها لكن في المقابل سجل ملف العنف المضاد ضد الهيئات التعليمية تباطئا في الحد منه مع تنامي تلك الظاهرة القانون يمنع حتى النظر الشزر على التلميذ أي أنواع الإخافة أو الإهانة أو الاستهانة بالتلميذ أو توجيه أي كلام جارح له تحتبر إهانة وبالتالي هي مرفوضة من قبل القانون نعتقد أنه مسألة حماية المعلم مسألة مهمة جدا نقابة المعلمين تسعى بهذا الاتجاه المجلس المركزي لنقابة المعلمين في لقاء الأخير مع السيد وزير التربية طرح مثل هذه المسألة وطالب وزارة التربية أن تتخذ مثل هذا الإجراء وذلك بسبب زيادة الحالات السلبية التي قد تكون مصدرها المجتمع ضد المعلم والمدرس كلية التربية الأساسية في جامعة سومر بمحافظة ذيقار أقامت ندوة عن ظاهرة العنف المدرسي لمعرفة أسبابه والآثار النفسية التي يتركها على المعنفين الندوة حاولت أيضا البحث في أسباب تفاقمه ووضع المقترحات والحلول لمعالجته فضلا عن تأثيراته على العملية التربوية بصورة مباشرة إذا كان المدرسا عنيفا هذا يكون نقاط إشعاع للآخرين يقلدونه بل سوف يحول هذا الطفل إلى أن يكره العملية التعليمة وبالتالي يكره شخص اسمه معلم وبالتالي ينمو هذا الكرة ليكره شخص اسم السلطة ويكره الشرطي ويكره القادة وكل سلطة تشبه هذا المعلم مشاهد العنف التي اشتاحت البلاد على مدى عقود وتجذر العشائرية وضعف القوانين وأسباب أخرى يطول شرحها كلها جعلت من المدارس ساحات للعنف المتبادل من ذيقار أحمد السعيدي الحرة